موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي ألفتها لإدارة قطاع غزة بديلا من الحكومة الفلسطينية المتوافق عليها برئاسة رامي الحمض الله وأبدت رغبتها في التفاوض لتأليف حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح هذا القرار كما قالت حركة حماس يأتي استجابة لجهود مصرية تؤدي دور الوساطة بعد هذا الإعلان سادت أجواء من الارتياح الشارع الفلسطيني ولكن ما زالت التجارب السابقة والفاشلة لإنهاء الانقسام ماثلة أمام الجميع ما يطرح السؤال العريض هل ستنجح المحاولة هذه المرة هل سيجلس الشيطان مرة أخرى في التفاصيل وماذا عن المسار الذي فتحته حماس مع القيادية المنشق عن حركة فتح محمد دحلام في القاهرة هل أغلق الآن ما دور الفصائل الفلسطينية الأخرى في هذا الاتفاق وهل سيعتمد الطرفان اتفاق القاهرة عام 2011 كاملا أم سيخضع الاتفاق للتفاوض مشاهدين هذه النقاط نطرحها في حوار الساعة الليلة على عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الأخ عباس زكي أخ عباس زكي أسعد الله مساءك فينا نقول مبروك أو لا تزال مبروك وقتها مبكر يعني التفاعلوا بالخير تجدوا يا رب إن شاء الله خير يا رب متى يمكن أن نقول مبروك فعلا حسب الإرادة المصرية والقرار المصري وحسب الساعات الطوالة التي قضاها وفدنا هناك في الاستضاح عن كل القضايا وجد بأنه فيه إسرار مصري قابلوا استجابة من حماس ونحن بنقول نعم هذا اللي صالحنا لأنه بدون وحدة كان مصيرنا في مهب الريح بالتالي الاتفاق اللي بنقدر نحكيه بالضبط شو تتفق عليه إنه حماس تعلن من جانبها حل اللجنة الإدارية وتذهب أيضا حكومة الوفاق الوطني إلى بسط سيطرتها على غزة بعد أسبوع يتوجه وفد من حركة فتح ووفد من حماس إلى القاهرة لاستكمال حواراتهم للحديث حول أي عقبات وتدليلها المصري هذه المرة سيكون على الطاولة شريك أي يحضر وليس برعاية تمام وبالتالي بعد أن يحدث هذا اللقاء الفتحاوي الحمساوي بإذن الله ستأتي كافة الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة ويبدأ هناك يعني المشروع الجمع الوطني ونترك الماضي خلف الظهر والله نتمنى أن تسير الأمور كما ذكرتها أخ عباس زكي لما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني ولكل شعوب المنطقة كان هناك تجارب سابقة كما ذكرت قبل قليل في المقدمة أخ عباس يعني اتفاقات كثيرة عقدت يعني في مكة كان هناك تفاؤل اتفاق مكة اتفاق صنعاء كما تذكر قبل الأحداث في اليمن اتفاق دمشق أيضا اتفاق الشاطئ اتفاق القاهرة أكثر من مرة ما الذي يجعل هذا الاتفاق من ضمن كل الاتفاقات السابقة مختلفا ويمكن التعويل عليه ويعطي أيضا جرعة أمل وقعية وليس فقط مجرد تفاوض التطورات التي ترأت من خلال ما يجري في المنطقة من مشكلات كأن القضية الفلسطينية تجاوزها الناس وأصبحت يعني كأنما الوضع الفلسطيني هو الحلقة الأضعف وبالتالي حماس كانت مرشحة لحرب عليها على غزة نحن مرشحة الترانسفير وحسب ما قالوا حتى الآن في حزب باسم الاتحاد القومي قال لا بد من إعلان سياسة الأبرتهايد ولا بد من التسفير الفلسطينيين خارج البلد وبدأت تطرح طروحات غريبة عجيبة أن غزة مرشحة للموت والضفة مرشحة للتهويد الكامل ويهودة وسامرة كلانا وصل إلى حائط مسدود الوضع العربي والوضع الدولي مرتبك بما فيه من مشاكل يعني تكاد تكون أحيانا تصل إلى حرب نووية في كوريا تكاد تصل إلى اشتباكات دائمة ومسلحة من داعش اللي بدها تنتقل من سوريا إلى مثلا ليبيا الوضع هذا المضطرب وما يجري في المنطقة من جلازل فرض على القيادات أنه كل واحد مشروعه الآن أصبح يعني على حافة الحافة المشروع الوطني الكامل قد يكون فيه نجاة وتقليل من الضحايا وبالتالي لما بحكي مثلا إسماعيل هنية مع أبو مازن وهو في نيويورك بيفهموا الناس اللي كانوا متبرئين من القضية تحت شعار نحكي مع مين هذه بتضيف إنا إنه يا أخي إذا أنت كنت خايف على هالناس هاي حماس وهاي الخط الوطني والخط الإسلامي موجود ونحن نشعر بأنه يعني الحماية إلنا هو أن نرتب بيتنا طيب أخي عباس هذه الإجراءات هذه الإجراءات التي ذكرتها الفورية بعد موافقة حماس على حل لجنة الإدارية واستقبال الحكومة مجمدة حتى عودة الرئيس من نيويورك أم ستبدأ فورا؟ لا 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 كله الرئيس بالصورة أولا بأول حتى البيان اللي كان يصدر مشترك بيننا وبين مصر وحماس وهذا البيان تم إلغاؤه لأنه حماس أعطت تصريح واضح على أن السلطة تبسط حكومة التوافق تيجي والأمور بدنا تسير إلى الأمام فلا داعي إلى بيان مشترك البيان المشترك كان الرئيس قد قرأه ووافق عليه أي خطوة تمت كان الوفد يضعنا في رام الله ويضع الرئيس بالصورة وأعتقد بأن هذه المرة لما يكون عشرة تقريبا من المكتب السياسي الأقوياء من حماس احتضنتهم القاهرة بغض النظر قديش فيه مشكلات قائمة إذن المصري أدرك أنه فيه خطر والقضية الفلسطينية فيه خطر والحمساوي يدرك ذلك ونحن ندرك ذلك وبالتالي لقاء حتى الضرورة هذا اسمه هذا اللي ممكن نقول أنه ما فيه يعني هلأ عواصم مفتوحة إنه وين مكان ولا فيه أمل من أي جهة غير الجهد الفلسطيني بأن نحمي نفسنا أو نتقدم إلى الأمام يعني حركة حماس هذه خناعات أخي عباس تفضل فضل فضل لا أريد مقاطعتك يعني لما حماس الآن بتروح إلى القاهرة ماذا يعني لها في تركيا أو في قطر على سبيل المثال خلينا نكون واضحين لما بتروح بقضها وقضيدها ويجتمعوا في القاهرة ويقرروا في القاهرة واليوم اسمعين هني قال قال إحنا هذا يعني القناعات وهذه القرار وهي إرادة حركة في الداخل والخارج من مختلف المواقع إحنا بفتح يعني بولينا بهالهم فبالتالي من مصلحتنا نحن نلم البيت الداخلي هذه مش خسارة إلا مهما قدمنا من تنازلات لحتى نصبح جسد واحد سلطة بلا رأسين بده رأس واحد بلد مهدد أنا الأوان أنا فهمت منك بأنه قرار حماس كما شعرتم أو هو تقديركم قرار حماس بتقديركم هو خيار استراتيجي يعني هو ليس موقف يعني أملته ضرورة الأوضاع في غزة أو نوع من انحناء للعاصفة حتى تمر الأمور هو خيار استراتيجي بإعادة النظر حتى في علاقاتها الدولية يعني هي كيف أنت منك لما حكيت عن قطر وتركيا يعني أنا في اعتقادي بنقدرش نفصلها عن بعض يعني لقاءة ضرورة وأيضا أهمية مصر وأهمية ما يجري في المنطقة أيضا إليه دور أيضا الوضع الدولي موقع الأخوان المسلمين الاستقطابات والتحالفات القائمة لسه الحرب ما انتهت وبالتالي لما نحن نبقى ورؤوسنا كلنا على المقصلة كل واحد براهن على إشي يعني قد لا يتحقق بالتالي نحن الآن خطاب الرئيس اللي يؤيد للأمم المتحدة ممكن فيه جرعة أقوى الآن أن الناس تسمع بأنه أظمت جاي يمثل مجموعة مثلا محاصرة في مكان ما بقدر ما يمثل منظمة التحرير بكل مكوناتها الفلسطينية طيب تم عقد أيضا اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أخي عباس وكنت حاضر في هذا الاجتماع بعد عودة الوفد وفد حركة فتح من القاهرة قررتم بالإجماع في حركة فتح وفي اللجنة المركزية على المصادقة على كل ما تم التوصل إليه في القاهرة دون أي دعني أقول اعتراض أو هواجز أو توجسات أو اشتراطات أو محاذير ربما طرحها البعض في اللجنة المركزية للحركة احنا الإبرة بالخواتم أي اجتماع بدي يكون فيه رأي أو رأي لا ولكن بنهاية المطاف للمرة الأولى بيكون نسبة 90% أنه بقناعات يجب أن ننفذ بلا تباطئ لأنه يجب أن نسرع حتى بهذه الخطوات بالنسبة إن قيمنا تقييم عالي دور مصر وإنه مصر ما ممكن كدولة مهمة والآن عندها ظروف فالصعبة إنها تشغل حالها بموضوع عشان التسلي لا مصر كمان بدها تضمن حضورها على الطاولة وإرسال أمن إلى غزة ويتراقب كل الحركة بالتالي هذه المرة الأولى اللي بيصير فيها استعداد مش رعاية تدخل مباشر برضى الفريقين يعني حماس وحركة فتح عايزين بالفعل الآن من يساعدهم على أن يتجاوز الماضي وأن لا تبقى الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تنتظر هذا اللقاء بالتالي في أمامنا مشروع كبير وإذا التقنا اللقاء الأول في القاهرة أعتقد مختلف الفصائل والمرجعيات مش رايحين نختلف لأنه في نصوص واضحة وبدها إرادة التنفيذ والإرادة ستتوفر بإذن الله طيب الحكومة متى ستتوجه إلى غزة هو يعني كان يجب أن يعلن متى ولكن أنا في اعتقاد الجلسة القادمة ستكون بغزة يعني أنا ما شفت رئيس الحكومة ولا حكيت لسماعوا لكن بتوقع أنه الجلسة القادمة بكامل أعضاء الحكومة في غزة ولازم اليوم الأخنية في مؤتمر الصحفي تأكد على أن هذه الخطوات وهذا الاندباط وهذه القناعات يجب أن تكون أساسية وليست يعني لحظية وثابتة باتجاه يعني ترتيب البيت وخاصة وقف المتاعب التي يشاهدها القطاع وأهل القطاع نعم المعابر أخ عباس زكي أيضا المعابر سواء كانت مع مصر يعني معبر رفح أو حتى المعابر التي تربط قطاع غزة بالضفة الغربية تم حسم هذه المسألة وحماس وافقت بشكل واضح على أن الحرس الرئاسي يستلم هذه المعابر ومتى قبل مجيء يعني بعد أن تستلم الحكومة قطاع غزة أم بشكل متزامن أم يعني أيضا هذا وضع له تصور واضح كيف سيتم هو الخطوة الأولى هي الصعبة الخطوة الأولى كيف تحل هذه الحكومة المؤقتة لحماس حلت نعم كيف تمارس السلطة دورها على الأرض أيضا هناك مراعاة لما هو قائم على الأرض وهذا يحتاج إلى شيء من الوقت ولكن يحتاج إلى توفر يعني حسن النواية يعني ضرورات يجب أن لا يعني ما نحاول من شأن هذا الفصيل أو داك ما هو فيه اتفاق كمان خمسة 2012 هذا هذا الاتفاق واضح إذا ما ما يعني الزمن اختضى بعض التعديلات مش هيكون فعلا أن مشكلة كبيرة يعني هذا هذا الموضوع أخي عباس اتفاق القاهرة 2011 لم يحسم ان كان سينفذ هو كما هو ولا سيجري التفاوض عليه هاي المسألة ما حسمت بعد هذا الاتفاق حتى اللحظة في رأيان في رأي لفتح في بعض الأمور في رأي لحماس في بعض الأمور ولكن السمى الغالبة والحاجة والضرورة سنتجاوز يعني مش كل واحد يتمترس عند موقفه وهذا أمر لابد أن نواجه عرقيل وصعوبات كبيرة لكن يجب أن لا تكون طلاق أو كما كان الماضي مع عسكرات متقابلة نعم طيب هنا أيضا أريد أن أشرت إلى دور القاهرة أخ عباس زكي دور القاهرة سيختلف عن الاتفاقات السابقة كما قلت هي لن تكون راعية ستكون مشاركة في المباحثات بالتالي هل ستشارك القاهرة في الآليات أيضا يعني كمراقب كيف ستتم الأمور في قطاع غزة أم هي ستكون في صلب هذه الآليات هذه مسألة مسألة أخرى عندما كان يتم الخلاف سابقا أو يعني الافتراق سابقا بعد الاتفاق لم يكن هناك ضامن أو محدد للمسؤوليات القاهرة أيضا ستضبط هذه المسألة الكلام اللي سمعوا وفدنا أنه نعم القاهرة لم تأتي فقط لأقد اجتماع وبعدين الناس تروح الآن القاهرة فيه ظروف صعبة غزة بتشكل حالة مهمة للقاهرة نعم سيناء مصدر تعب لمصر جنوب السودان أو الحدود الغربية كلها يعني مش فاضية مصر هلأ تدخل في موضوع على أساس أنه فقط من شان الكلام والكل يمشي فيه ضرورة الآن تقتضيها الجغرافيا والسياسة والأخلاق والقيم والمواجهة التحدي الكبير اللي بتمارسه إسرائيل وأمريكا يحتاج بالفعل إلى صيغة نستطيع حماية ذاتنا وفي نفس الوقت ما نكونش عبئلاء على مصر ولا نكون أيضا في قبضة إسرائيل هذا الموضوع أنا في اعتقادي اجمعنا دائما على صواب نعم إذا اجتمعنا الأمور بتتغير يعني فقط أنا أريد يعني أخ عباس عودي للنقطة إذا سمحت لي يعني حماس أخذت هذا الموقف الاستراتيجي وفي نوع من الأنواع التنازل والتنازل مع الأخ أو مع يعني للأخ الفلسطيني لا يعتبر تنازلا بكل أحوال هذا بالعموم لكن يعني لماذا حماس سهلت بهذا القدر الكبير هذا الاتفاق هل فقط لأن حركة حماس وصلت إلى الطريق مسدود أو إلى خيارات صعبة أو تحديات يعني هذا كله في هذا التوقيت يعني يطرح ربما علامة استفهام عند الآخرين علامة استفهام إيجابية وليست علامة استفهام يعني مشككة ولكن فعلا للسؤال لماذا الآن أخذت حماس مثل هذا القرار ولماذا كل هذه المرونة بعد فترة من التشنج كبيرة يعني يعني ما بيظل على موقفه إلا الحمار يعني شو لبنا يعني واحد يظل هكذا شعب في غزة ظروفه غاية في القسوة مسكر عليه الدنيا معاشاته مهدد ووضعه مهدد نتيجة تلخلاف وأيضا في الضفة الغربية الإسرائيليين ناسين أنه فيه إن عمق عربي ولا الجغرافيا متكاملة يعني أوضعنا الثنين أوضع غاية يعني في الخطورة بالتالي أنا بقول بقدرش أجاوب عن حماس لماذا وكيف ولكن كل فلسطيني حمل السلاح يمكن أن يكون عنده فكرة أنه رأسه مطلوب وأنه أهدافه ليس حزب بسيط ولا مجموعة ولا انتماء لناس يعني ما بقدروا يعطوه ما إلو جدوى انتماءه إذا كان برا اللي بفرض الأرض واللي بفرض السياسة هم اللي على الأرض أنا رأيي فيه أنه إحنا إمكانات كبيرة خيارات مفتوحة خاصة بعد القدس رأيت حماس بأنه ما ممكن يظل الفتح في خانة التخلي عن المقاومة أو الاستسلام وكذلك رأت أن الظروف كلها بتقول بدون مصر ما في نصر لازم نرجع نشوف هذا الرئة والبوابة تبعنا الحقيقية وبالتالي لما دخل عشر أعضاء مكتب سياسي من معهم ويجلسوا عشر تيام في مصر ويسمعوا ويتفاعلوا ويناقصوا قضايا بدأوا يأخذوا قرارات على أمل أن تكون في هناك حالة جديدة أنا لا أتحدث عنهم ولكن بأقول إحنا بفتح بنقول أي بلد تسهم الآن بدفع هذا العملية إلى الأمام هذا أمر جيد لأنه إحنا وحدتنا هي ممر إجباري وضروري وهي شرط النصر طيب أخ عباس زاكي تسمحنا توقف مع فاصل أيضا مشاهدين ونكمل هذا الحوار مع الأخ عباس زاكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بعد الفاصل إن شاء الله تحية من جديد مشاهدين في حوار الساعة مع عضو اللجنة المركزية لحركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح الأخ عباس زاكي أعود ورحب بك أخ عباس زاكي ونكمل هذا الحوار إذا سمحت لنا هناك مسار فتحته حركة حماس كما تعرف أخ عباس زاكي وكان لنا حوار ربما في هذا الموضوع قبل مدة مع القيادي المنشق عن حركة فتح محمد دحلان ما هو مصير هذا الحوار الذي فتحه وكان فيه اتفاقات يعني يبدو أو تفاهمات إذا كنا أدق بين حركة حماس ومحمد دحلان هل هذا سيستمر أم سيغلق بعد الآن نحن لم يجري الحديث في هذه اللقاءات في القاهرة لم يذكر اسم دحلان لا بين المصريين وحماس ولا بين المصريين وفتح ولا أيضا في أي تحركات أو تصريحات أن هناك يعني بحث للعلاقة مع هذا الرجل ونحن بصراحة ووضوح لن نتوقف أمام قضايا في أولويات الآن ما بدنا نيجي نبحث والله شو علاقتكم بدحلان أو علاقتكم مثلا بهذه الجهة أو تلك ولكن العلاقة هون ليست علاقة ثنائية عم تحكي عن شيء يعني العلاقة هنا أخ عباس لها علاقة بترتيبات في قطاع غزة يعني التفاهمات كانت على ترتيبات في قطاع غزة والآن التفاهم بين وفد حركة فتحه وبين حماس على ترتيبات في قطاع غزة يعني لازم الوفد يسأل شو مصير التفاهمات اللي أبرمتها لا مكان لها لا مكان لها لأنه الآن في شرعية في رأس واحد في قانون ناظم وبعدين إحنا يا سيدي لازم الرئيس يصدر مرسوم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبالتالي الورشة يعني مستمرة المهم أنه هلما نخمحان بقضايا ثانوية ونخلق كأنه في متفجرات في الطريق كافة القضايا قابلة للبحث وحينما يطرح الموضوع يمكن يصير الكلام أنا الآن أقول الأولوية كيف نخرج منها المأزق اللي احنا فيه غياء عجزنا عن تحقيق الوحدة وعشر سنوات دفع شعبنا ثمن باهض والقيادة من سمعتها دفعة الكثير أنه ناس مش قادرين يعني يميزوا وين مرتكزات قوتهم طيب إذا ما طرحت القاهرة أخي عباس زكي وهذا موجود يعني في بعض التسريبات ما بعرفت طلعت عليها تقول هذا الكلام يعني إذا ما طرحت القاهرة في مراحل لاحقة إدراج أو إشراك محمد دحلان أيضا في العملية أنا أجزم أنا أجزم كما فهمت بأنه لا يمكن القاهرة تطرح طرح كهذا لأنه بصير تدخل في الشأن الداخلي يعني هذا موضوع القاهرة تريد أن تعود فلسطين قوية ذو يعني قيادة قادرة على إدارة الأمور مؤسسات قادرة لكن مشي رايح القاهرة توقف وتقول بتجيبه فلان وبتحطه فلان هذا الموضوع مستحيل وبالتالي أنا في اعتقادي ما مشكلة إلا إلها حل لكن ما رشح إلنا من خلال هذه الجولة أن موضوع الدحلان لم يذكر إطلاقا ولن يكون مشكلة إطلاقا طيب دور الفصائل الأخرى أخي عباس زاكي في الاتفاق يعني متى سيأتي دور دعوة الفصائل الأخرى إلى القاهرة للمشاركة في هذا الاتفاق خاصة أنه تعرف أنت يعني أكثر مني بعض الأصوات في الفصائل بدأت تتحدث عن ثنائية حماس وفتح وأنه إذا كان هناك مشروع وطني لابد أن يكون الكل مشارك فيه متى ستدعى الفصائل في أي مرحلة ومن هي الفصائل التي سوف يتم دعوتها هو قريبا جدا يعني بعد لقاء فتح حماس بالقاهرة ستأتي هذه الفصائل في هناك عرف أطراف منظمة التحرير زايد القوى الإسلامية الموجودة جهاد حماس إلى آخره وبالتالي يعني الدور للفصائل سيكون فيه تعددية فيه ديمقراطية فيه شيء يحدر للآخرين ولا يعني أنه فتح حماس بدها تتفق بده يكون على حساب الشعبية أو على حساب الديمقراطية لأنه الفصائل كلها كأنها تقول توحدوا ومحملنا الهم فبالتالي إحنا الآن بدأنا ما يجسد طموحهم وهم يتمنوا بس نخلص منها الشغلة إحنا كفارقين وللأسف أنا كنت ضد أن يكون سرع بين أو يسمى في الأخير بين فتح حماس هذا كان بين يعني منظمة التحرير بكل مكوناتها وحماس ولكن خلص إحنا قبلنين هذا وجاهزين وبنرحب على أن يعطى للرأي الآخر ولعملية الوعي الجماعي دورها الكبير لأن المعركة القادمة تتطلب كل مكونات شعبنا وخاصة القيادات المجربة والفصائل اللي على الأرض ضروري جدا أن تكون مقتنعة بترتيب البيت بشكل يعني ما نقصي أحد ذات الفصائل يعني ستكون التي حضرت في 2011 إلى القاهرة أخ عباس نعم ذات الفصائل التي حضرت في اتفاق القاهرة 2011 يعني فصائل من دمشق أيضا ستأتي إلى القاهرة دعوتم الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية القيادة العامة جاءت شخصيات من دمشق في ذلك الوقت صحيح نعم هو هذا الموضوع أخي كمال إحنا بدنا نظل على حالنا لا إحنا الآن مطلوب نهوض النهوض بده بعيدا عن الاحتكار بعيدا عن الفئوية بعيدا عن تكريس دور فصيل على حساب الجمع الوطني بالتالي الباب مطوح لكل فلسطينيين اللهم علاقة بالإطار في منظمة التحرير ولكل قوة ذات وزن بس نجتمع ممكن يجي قدمون يقولوا والله فيه فصيل معين أوصافه قوته ثقافته فكره يعني ممكن إحنا الباب مفتوح إحنا مش عبيد لنصوص أكل عليها الزمن وشرب إحنا بدنا الآن منظمة منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني يكون فيها كفاءات الشعب يكون فيها هامات وقامات الناس المعروفين بحيث إنها تكون يعني تليق بالعمل الفلسطيني ومن هون أعتقد البداية هاي بقدرش اجتهد أنا أو نناقش قضايا تفصيلية قبل ما يصير على الأقل بسط نفوذ حكومة التوافق وهناك بعدين مجال مفتوح وأول اللقاءات صعبة ولكن بعدين العملية بتمشي بشكل جيد طيب القضايا أخي عباس التي يمكن أن تكون صعبة أو شائكة أريد أن أفهم تصورك شخصيا لكيفية التعامل معها قضية الموظفين يعني تعتبر من القضايا الموظفي قطاع غزة تعتبر من القضايا الشائكة أيضا التي تواجه هذا الاتفاق هذه القضية ما هو التصور للتعامل معها هو كان كان اتفاق على أنه في لجنة الحكومة لما بتنزل هذول الموظفين كلهم أصبح موظفين ما حد يقدر يحرمه من وظيفته ولكن في لجنة يعني ذات قدرة إدارية وتكنقراط وقدرة على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب إحنا لا بدنا مؤسسات ولا بدنا أفراد عايزين مؤسسات وبالتالي لن يفقد الواحد وظيفته ولكن مكان عمله ممكن يكون فيه بحث ممكن ناس أعطي رتب هيك من عجل إغراق الساحب يعني فيه تقييم شو شهادات وشو خبرات وشو شو يعني كلهم في إطار المنظمة ولا كلهم في إطار السلطة ولكن يجب أن نختار الرجل المناسب في المكان المناسب وليس على طريقة النكاية ابعد فتحاوي وحط حمساوي وابعد حمساوي وجيب فتحاوي هذا الكلام بيأدهينا وما بيعملش أنه مستقبل ولا يمكن أنك تقول في مؤسسة لكن أنا رأيي كل الذين الآن في إطار هذه السلطة مضمونين كموظفين وكحقوق وكواجبات علينا وحتى اللي جلسوا في بيوتهم واللي أضيفوا أعانهم الله على فترة العشر سنوات اللي إحنا كنا بالفعل مسقدرين نوفر لهم وضع طبيعي هذا يعتبر تنازل من حركة فتحاوي من السلطة موضوع الموظفين وقبول الجميع من توظفوا خلال فترة الماضية لا أنا قلت لك في لجنة إدارية تفحص ولا مش معقول واحد له عشر سنوة موظف تيجي تقوله روح مش دنبو إذا جابته حماس ولا جابته أي جهة مش دنبو هذا الموظف أصبح موظف في البلد وين يروح بالتالي إحنا بنحكي الآن يعني أنت سألتني رأيك ولكن أنا بستند لي ما كان اتفاق عليه إنه بنشكل لجنة لهذا الموضوع هذا عمل الحكومة بكون طيب في هناك قضية أخرى تتعلق بالامساك بالأمن من سيمسك الأمن والأجهزة الأمنية في قطاع غزة وعلاقة هذه الأجهزة بسلاح المقاومة والفصائل والأجنح العسكرية في قطاع غزة أيضا هذا هل هناك تصور لكيفية التعامل أو حل هذه لن نقول إشكالية ولكن هي أحد العقبات أكيد يعني الأمن يريد أن يكون في إطار هيكلية جديدة في ثلاثة قوة أمنية تكون لكل البلد سواء أمن وطني أو شرطة أو هذا كله يريد أن يكون يعني لا يوجد في غزة لحال والضفة لحال وبالتالي هذا الموضوع أيضا سيفرد له من الخبراء الأمنيين ما يمكن من أن يكون هناك أجهزة ليست متصادمة ولا متصارعة بل أجهزة متكاملة في أداء الواجب وبالتالي لن نجد مشكلة كبيرة في هذا وأنا في اعتقادي كثير من الناس صار برتب عالي لكن ما دخل كلية ولا عنده إلا أنه كان عدو لهذا الطرف أو ذاك هذا الأمر أيضا بده ينتهي ونكون فعلا كلنا محترمين النظام والقانون والأمن سنجد فيه صعوبة في البداية ولكن وجود الأخوة بمصر أعتقد سيدلل هذه بشكل كبير لأنه ما بتقدر أنت ما بتقدر أنت تلغي شيء بجرة قلم يعني مثلا الحكومة الإدارية روحوا روحوا هذا بسرعة روحوا لكن لما تيجي أنت لمؤسسة أمنية ولا شيء بتقدرش تروحها مرة واحدة ولا بصير زي اللي صار في العراق لما تطلق الناس ترميهم في الشارع كيف وبالتالي بدها يعني هذه الخبراء في الأمن يجلسوا يعملوا لوطن يكونوا معنيين وليسوا موظفين أو يعني خاضعين للضغوط من هنا وهناك نريد مؤسسة أمنية تواجه تحدي إسرائيل أولا وأن تكون محصنة لأن المؤامرة كبيرة علينا وهذا أمر أعتقد فيه تغيير في المفاهيم بعد ما شفنا أنه وصلت القضية إلى هذا المستوى من التنكر الإسرائيلي ومن أيضا المفاجأة اللي بدأت تصير بعرف شو الصفقة اللي بده يحكيها السيد مثلا ترمب إحنا بدنا يظل الباب مفتوح وبكرة إله لقاء مع الرئيس قبل خطاب الرئيس وعارفين الأجواء بأنه يعني نحن شايفين أنه الولايات المتحدة سياستها بدون دبلوماسية وبالتالي نمشي الآن على حد السيف طيب صفقة صعب إذن يحتاج صفقة بين الفلسطينيين يعني صفقة لها علاقة بالتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أم سيتحدث أو سيتطح الأمريكيون صفقة أكبر من ذلك على مستوى المنطقة العربية هو الحل بدهم إياه على مستوى المنطقة العربية لكن نحن نحن الفلسطينيين يعني رغم كل ظروفنا نعتبر حالنا نحن استثناء لأنه نحن أقدس بقعة على الأرض ومكانة روحية ومكانة استراتيجية ومكانة جغرافية ومكانة أطمع الكون كلها في فلسطين حتى بن جوريون قال البحكم القدس بحكم العالم ونحن بنقوله هاي القدس إلنا شئة أم أبيت والمستقبل كل العالم لو تجمعوا بقدروا أولادي القدس اللي يقفوها ديبت النهار وقفة مشرفة في ظل هذا الهبوط المروع وهذا مد الأيدي لمترفحة العديد صفقة القرن سيبدأون بالموضوع الفلسطيني أو سينتهون به يعني هو بكل الحالتين سيكون على حساب القضية الفلسطينية صفقة القرن يعني نحن نتحدث عن الصلح تاريخي سيكون أو يشبه ما حصل في كام ديفيد لكن مع كل الدول العربية هناك مؤشرات عليه هو سيكون على حسابكم هل ما يجري اليوم من هذه المصالحة هو جزء من هذه الترتيبات خاصة أخ عباس أن قيل أن الفيتو الأمريكي على المصالحة بين فتح وحماس قد رفع هذا صحيح وليش لماذا رفع الفيتو الأمريكي عن المصالحة يعني أنا رأيي نحسن الظن في شعبنا وفي قياداتنا وفي تمسكنا بثوابتنا أنا بأقول فيش واحد بيقبل أن يكون جزء من لعبة على حساب قضيته بالتالي إيش بدهيها الولايات المتحدة أو إيش بدهم إياه يعني من ترتيبات نحن الفلسطينيين لن نقبل بما لا يحقق الحقوق المسروعة إلنا في بلدنا بالتالي إحنا ضامنين من الأشقاء اللي بيشتغلوا معنا أنه الموضوع الفلسطيني أولا الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هذا الكلام أصبح وارد من قبل اللي بيحكوا معنا وبيحكوا مع الأمريكان وإذا لا حتى اللقاءات اللي بتصير في نيويورك كلها بيقول لك الموضوع الفلسطيني أولا لن يكون حل على حسابنا ونحن مش قليلين لو لدينا حل على حسابنا برضو لنا خيارات مفتوحة طيب اليوم يقال أخي عباس بأنه أيضا هذا الجهد المصري الكبير والذي دفع قيادة حماس إلى قبول حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وأيضا التوجه نحو المصالحة كشريك هذا الجهد المصري كما قيل يعني هي وجهة نظر تقال يقع في إطار الخلاف الخليجي الخليجي من أجل إخراج قطر من قطاع غزة هذا تنسيق بين مصر والإمارات والسعودية لسحب ورقة قطاع غزة من قطر لا أكثر ولا أقل يا أخ كمال نعم أنا بقول لك إيش مهم بديش أجيب أمثلة غلط بس أنا بقول لك إذا كان عزل أي بلد بتحقق وحدة الشعب الفلسطيني لما لا إحنا بدنا بدنا وحدتنا يعني مكفي لعبه فينا مئة سنة سيبك من فأنا رأي إحنا يعني بدنا نروح نبكي ليش يبعدوا بلد إحنا بنقول يا رب اخلفهم من أجل قضيتنا إذا كانوا ضدها ويا رب وحدهم إذا كانوا معنا يعني بصراحة في الأخير أنا أنا بقول بلد 350 مليون عربي ونحن مستبد فينا في هالبلد 462 مليار بتروح لجيبة ترامب ما كانت تاي 100 مليار بحي كل دول الطوق وبحر الفلسطين وبحر الإرادة الحرة يا أخي إحنا بدنا نبتح النار ولا بدنا نحكي لكن بدي أقول هم يدركوا ونحن ندرك إنه إحنا يعني لن نكفر لا بأروبتنا ولا بإسلامنا ولا بعقيدتنا ولا بمسيحيتنا لأنه نحن هون مهبط الرسالات ومهد الديانات ونحن مصر محمد ونحن مولد السيد وصعود السيد المسيح ما له حدا علينا بندافع عن كل هؤلاء الغائبين عن عقيدتهم وقوميتهم وبالتالي نحن أعتقد وزن ثقيل في المعادلة طيب سراع طويل وشعبنا دفع ثمن والناس بتتفرج علينا وما عدنا من خلال تجربتنا أيضا نقبل بأن نكون دحايا وندفع ثمن أي مؤامرة جديدة طيب أخ عباس هل حماس بتقديرك باتت أقرب إلى الدخول في مسار التسوية والمفاوضات مع إسرائيل وهذا سيجعل التوافق على برنامج بينها وبين حركة فتح مسألة ليست صعبة خاصة كما تعرف أن حركة حماس غيرت ميثاقها تحدثت عن مطالبتها بحدود ال67 الانفتاح على العالم وخاصة أوروبا وتحدث خالد مشعل عن الانفتاح على الأوروبيين والنزار أوروبا وراح وحكى مع الأوروبيين وإلى آخرين هذا هل تعتقد بأن هذا سوف يحل مشكلة الاتفاق على برنامج سياسي للتعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي دعنا ننتظر يعني نحن نشوف حماس حركة سياسية وطنية بلاها كان في الارتباط الخارجي هل حماس أثبتت بهذا الموقف بالواقعية وأيضا بالانتماء الوطني أكثر من التطير في الماضي إلى أطمع أوسع من هذا وشايفين نحن الأوضاع يعني مثلا الإخوة بحماس في عهد الله يرحمه الشيخ أحمد ياسيم كان يقولوا يعني نحن مع دولة في الضفة والقطاع ولكن ما بدنا نهترف بإسرائيل وإحنا قلنا يا أخي بلاش تعترفوا هاي أنا مثلا من فتح ودائما بقى أرفض الاعتراف حتى بإسرائيل غصب ما حد بيجي سكن يقول لي في عندك ناس وقعوا اتفاق باسم المنظمة باسم السلطة يمارسوا بس أنا حر لأنه عند الإسرائيليين الآن أحزاب وقوة ترفض الاعتراف بأن الفلسطينيين موجودين جينجرش هذا اللي فيه كان رئيس الكونجرس في أمريكا قال هذا شعب مخترع والآن هلأ بقولون إياها بقولون إن شاء الله أخي بس ما يخذوها عليك إلا هي قصة عدم الاعتراف في إسرائيل يعني يا سيدي أنا 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 يعني يعني الواحد وصل من العمر أنه شو بده يترجع يعني فأنا أنا رأيي وأسمع بجوز قريبا تسمعها من اللي كانوا بفاوضوا بحاوروا ومقتنعين بالمجتمع الدولي مقتنعين بأنه هيكون سلام ولا أبو مازل شو بده يقول في الأمم المتحدة هلأ إذا إسرائيل مش معترفة بالشعب الفلسطيني شو اللي اعتراف بدي يضل فيها وبالتالي إحنا فيه يعني فيه خيارات كثير والحمد لله في الفترة الأخيرة سوينا مقاربة ولكن مش كل شيء يعني بنأخذه يقالي الآن وإن شاء الله مع جيد حماس كمان بتصير رؤوس حامية مع رؤوس يعني على الأقل سياسية قادرة على تدوير زوايا ليش لا طب نحن طبعا نثق بشجاعتك أخ عباس زكي ونضالك لكن يعني كمان برضو بنخاف عليك شوي لأنك يعني 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 قريبين منك الجماعة طيب بالنسبة لسلاح المقاومة أخ عباس زكي السلاح يعني أنا رأيي الفصائل كيف الفصائل الأجنحة العسكرية في قطاع هزة شو دورها شو سيكون موقعها ودورها شوف أخ كمال إذا بتسألني أنا بجاوبك فضل يعني بدك تسألني أنا رأيي رأيك لمواجهة العدو المساس به خيانة طالما أنه هذا في عندك إمكانية تضبط سلاحك ولا يظهر إلا في اليوم الذي ترد فيه البكاء والضحايا الفلسطينية هذا سلاح عظيم أما سلاح من أجل أنه والله عندي سلاح وأنا قوي كذا ولا يستخدم هذا بده ينظر في كيفية ترتيبه أبو عمار الله يرحمه كان يقول اشتري ما يخليش في السوق سلاح اشتري خبه فبالتالي لا اللي بتخلى عن سلاحه والأرض محتلة والظروف صعبة وقاهرة وكذا فغزة ما فيها يسترل إسرائيليين أكي لما لا يكون هذا القوة جاهزة ونائمة مش يعني بتهدد السلطة ولا بتهدد ما لاش علاقة هاي بده يظل سلاح نظيف بده يظل رصيد احتياطي في كل دولة بتفهم أو في كل حركة بتفهم في رصيد احتياطي نشط ما لاش علاقة بالمظهرية حتى بالوظائف بكذا يعني نموذج 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 حزب الله والحكومة اللبنانية ممكن أن يطبق في في غزة والقطاع في قطاع غزة والضفة لما لا شوف الظروف الصعبة بتخلق عندك فراسة وقدرة على أنك ما تكون معيز يأخذوك يذبحوك يعني يعني يسمنوك ويوم العيد يأخذوك للذبح مش معقول فبدك تخلي هيبة للشعب الفلسطيني إحنا ما بنجي بنحل أي شيء ولسه الاحتلال مش معترض فينا بالتالي لما يصير في قواعد ملزمة في المنطقة أوكي يعني مكفي إسرائيل تمتلك السلاح الذري والنووي وبتطارد في الناس من جنة هي بدها تحكم العالم لحالها هذا الآن في معسكر جديد وأنا مش خايف بقول وكلهم بعرفوا إنهم هم بيخطئوا الآن فرصة لإسرائيل والناس بالفعل أن يصلوا إلى تسوية قبل فوات الأوان إذا السلام حاجة فلسطينية يجب أن يكون حاجة أكثر لللي جايين من بولونيا وجايين من روسيا وجايين من كل مكان جايين على أساس إنها يعني ممكن تكون أرض السمن والعسل وكذا لا أنا الأوان الآن أن تكون استراتيجية فلسطينية جديدة وأن يعرف ليش تقول طرف آخر العدو الإسرائيلي لازم تقول لأنه مغتصبي أرضك هاتكي أرضك قاتلي شعبك لا يجوز إنك تتعامل معهم بطريقة إنهم يستمروا اللعب ويأخذوا شرعية الحضور على الأرض والله نتمنى لك السلامة بعد هذه الليلة يا أستاذ عباس زكي ويعني نشكرك شكرا جزيل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ عباس زكي شكرا على هذا اللقاء ضمن حوار الساعة الليلة ومشاهدين حوار الساعة انتهى شكرا المتابعة إلى اللقاء موسيقى